مرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة يوم جديد نهار جديد وموضوع جديد نتمنى تكونوا بخير سقوط الثمار تلون حامل الثمار الى اللون الاصفر والاحمر وما يؤدي الى سقوط الثمار الاسباب كيفية تدخل وكل ما يخص هذا الموضوع راح نتناولوه في عجالة تابع الفيديو الاخير لكي تستفيد صديقي وعزيزي الفلاح اذا كان اول مرة تصل للقناة طبعا يمكنك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تصلك فيديوهاتنا بسرعة كما يمكنك دعمونا من خلال ضغط زر الاعجاب وايضا ترك تعليق في تساؤل او تحفيز وسنسعد بالاجابة عليكم اذا قلنا في هذه المرحلة لاحظوا حجم الثمار مقارناة باليد مثلا فقط بغيت نوري لكم حاجة اصدقائي بعد تعرض مزرعاتي يعني لعاصفة رعدية مصحوبة بالبارد او كما نقوله بالدرجة بالحجر ونغمتشاند قارس شويت حبرو الرش راعة او كما تلاحظون تشوه الثمار تلاحظوا يعني خسائر كبيرة بالنسبة لفلاح كما لاحظت واستقائي لفلاحين هاته كلها اعراض الاصابة بالبارد لاحظوا كيف تحولت الثمار يعني للأسف الحمد لله على كل حال اه كين فيديو في القناة تناول الموضوع تقدروا ترجعوا له اه فقط اليوم راح نخص هذا الدقائق القليلة لموضوع تساقط الثمار مثلا لاحظوا هنا اصدقائي هاته اه الثمرة هنا حملها تحول الى الاحمر او الاصفر بمجرد لمسها تسقط بينما تبقى هاته الحبه فما هي الاسباب يتورى هنا ايضا لاحظوا يعني ثلاث حبات فقط بمجرد لمسها تسقط بينما هنا لا تسقط يعني قوية ومتينة هنا صديقي الفلاح وبدون اطالة سبب هو طبيعي يعني الشجرة تتخلص من الحمولة الزائدة مباشرة قبل تدخلك اه فالله لا يكلف الله اه فالله لا يكلف نفسا الاوسعها بالنسبة للانسان وحتى للشجرة فهي كائن حي لا لا يمكنها تتحمل او تست اه او لا يمكنها استيعاب اه اكثر من طاقتها لذلك تتخلص من الكثير من الثمار لاحظوا مثلا هاته وهاته هنا وهنا ايضا كما راكم تشوفوا الشجرة راه يطيش في الغلة الزائدة باش تقدر يعني تمد الغذاء والماء الكافي لي باقي الثمار هذا يعني فيما يخص الشكل طبيعي لكن صديق الفلاح لمن يبحث عن الجودة يعني جودة الثمار والكمية فلا بد ان يتدخل ايضا يداويا لازالة بعض الثمار وتخلص منها اه لكي يعني تكون شجارتنا يتتلقى اه كمية جيدة وكافية من الغذاء هذا لمن يريد يعني الحصول على اه ثمار بحجم جيد فليتخلص من بعض الثمار لكي تكون اه يعني ثماره جيدة ايضا لمن لا يملك كمية كافية من الماء لابد من تخلص من بعض الثمار لانه بقاء الثمار هكذا يعني بشكل غازير في بعض الاشجار وفي المقابل انت لا تمدها بالغذاء الكافي والمياه هذا سيعيق عملية نمو الثمار ويمكن ان تسقط فيما بعد لذلك الواجب التدخل هكذا فيما يخص عملية تخفيف الثمار سنتناول موضوع اخر في فيديو اخر لانه ما بغيتش يكون هذا الفيديو كبير وطويل انتمنى تكونوا بخير وصعها وعافية كان نقطة اخيرة صديقي الفلاح فيما يخص سقوط الثمار بشكل كثير ايضا عند السقي يعني عند بداية السقي خاصة اذا كان السقي بغزارة ستلاحظ ايضا سقوط بعض الثمار وهذا ايضا شكل طبيعي بها واحد ما يتفلس فعلينا في التعليقات او يتفلس فعليكم كان هذا كل شي يخص هذا الفيديو اتمنى تكونوا بصحة وعافية كما تشوفوا الحشيش كارثة راح نبدأ في قصته الايام القادمة ان شاء الله اتمنى تكونوا انكم استفدتم من هذا الفيديو دمتم في رعايت الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة مرنك